السلام عليكم. هنبتدي النهاردة بفرح محاضرة الرقم ثلاثة في البيز. بعنوان اي ار موديل انت تي ريليشنشيب موديل. ال اي ار موديل كونسبت لازم نبقى عارفين في الاول قبل ما نبتدي ان ال اي ار موديل عبارة عن ثلاث حاجات اساسية موجودة في اي ار موديل. اول حاجة تاني حاجة تالت حاجة الريليشنشيب. اه الانت تي طبعا زي ما احنا عارفين ان الانت تي ده عبارة عن يعني حاجة رئيسية او اساسية في ال اي ار موديل بتاعي. الانت تي دي عادة بتكون يعني اي ار اوجيكت معين. حاجة موجودة في اللي احنا فيه يعني اللي احنا عايشين فيه. على الانت تي دي ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون مسلا الافيس ممكن يكون اي ممكن يقدر اكون منه بسميه في ال اي ار موديل. طب ايه هي الاتريبيوتس? الاتريبيوتس دي هي اللي بتوصف بتاعة الانت تي دي. ازاي? يعني انا لو عندي الانت تي اللي هو الانت بالوهي. ايه الحاجات اللي ممكن توصف الموظف? ايه الاسم بتاعه. نوع. الادرس بتاعه. رقم تريفون. تاريخي الملاد. الاشنال اي دي بتاعه. رقم القومي. فكل دي اسمها اتريبيوتس. فانا عندي معناها او عندي عبارة عن اه عنصر او حاجة قائمة بذاتها كده وبعد كده بيطلع بيخرج منها اللي هما بيوصفوا شغالة ازاي او ايه الاتريبيوتس اللي اتخدها عندها. الاتريبيوتس لديها انواع. تمام? قبل ما اتقي في الانواع عايز اقول لكم ان في ال اي ار موضل. بيبقى عامل ازاي? بيبقى عامل ازاي بديفولت. تمام? الانت عندي طبعا حفي الاخر هنجيب الفكل ده كله وهوريه لكم بس انا عايز اول باول ان انا بقى مفاهماكو الشكل عامل ازاي عشان لما نشوف الاخر الحاجات كلها الدياجرامز كلها نبقى فاهمين برضو الدنيا ماشى معنا ازاي? الانتتي شكلها بيبقى عامل زي ريكتانجل. في الشكل ده. بتاعتي بيبقى عبارة عن ريكتانجل. الاتريبيوت بيبقى عبارة عن اوفل. شكل بيضابي كده. ده الانتتي بتاعتي. ده الشكل المبدئي للانتتي وده الشكل المبدئي للاتريبيوت. طبعا الاتريبيوتس ليها انواع. فمش هتبقى بنفس الشكل ده. الشكل ده هيتغير. انواع الانت. الاتريبيوتس بتاع تصور ايه? انواع الاتريبيوتس اول حاجة بعد كده بعد كده وفي اه اسمها دي مش موجودة بس انا هقولها وانتم مطالبين بها برضو معي. بالنسبة لي ايه? بالنسبة لي ان انا عندي الاتريبيوت ده ما بيحتملش معنايين. هو معنى واحد او هو زي يعني مسلا لو قلت دخلت اسم الموظف وكل البيانات عنده بعدين جيت على بتاعه اللي هو او في ميل. طبعا ده ما يحتملش يقول له حاجة واحدة. يا ميل يا في ميل ما ينفعش الاتنين. لو مسلا ال اي دي بتاعي بيبقى ليه ال اي دي واحد ما بيتكررش برضو او ما بي يعني مالوش احتمال تاني. فده اللي هو اللي بيبقى ليه قيمة واحدة ما ينفعش اننا يبقى ليه مع اكتر من طب النوع التاني النوع التاني ده الشكل اللي احنا كنا عانينه مسويل اللي هو الاوفل ده. ده السيمبل اتريبيوت. دي عندي نوع تاني اسمه كومبوزيت. كومبوزيت معناها ان هو اتريبيوتس وجوه اتريبيوت. يعني انا لما يجي اقول الاتريبيوت بتاعي يبقى ليه اقتر من اتريبيوت برضو خارج منه. ازاي? هنفترض مسلا الادرس. انا جيت قلت الادرس او العنوان بتاعي. اه والله اربعتاشر اه شارع كزا. اه مدينة كزا محافظة كزا. فده حاجة مركبة. الادرس ده حاجة مركبة. ممكن اطلع منه رقم الشقة. رقم الشارع. اه العنوان البلد نفسها. وعنوان المحافظة انا في محافظة ايه? فده اسمه كومبوزيت اتريبيوت. بيتمثل ازاي كومبوزيت اتريبيوت ده? بيبقى بالشكل ده. بعمل اتريبيوت عادي. تمام? وامي طلع منه. الاتريبيوت اللي هي. الاتريبيوت ده قدر اسمه لكم اتريبيوت. وهي يبقى بالشكل اوفل برضو. نفس الشكل ونفس الطريقة اذي كده. ده كده اسمه قومبزيت اتريبيوت. انه اتريبيوت طالع منه كزا اتريبيوت تاني. طب في حاجة عندي اسمها المالتي فاليو اتريبيوت. المالتي فاليو اتريبيوت ده معناها ان الاتريبيوت ده ممكن يكون لي اكتر من حاجة ممكن تدخل الاتريبيوت ده. احنا كنا عقلين السيمبل انه هو سينجل لكن المالتي في اكتر من فاليو. زي ايه? لو قلت لك انا عايز رقم التليفون. انت ممكن تديني رقم الموبايل رقم البيت رقم مش عارف ايه. الارقام كتيرة تخصك وتبقى بتاعتك. ممكن تكون معك اكتر من رقم تليفون. مفيش اي مشكلة. ممكن تديني اكتر من واحدة. فده اسمه اتريبيوت. المالتي فاليو اتريبيوت دي بتتعمل ازאي او شكلها بيعمل ازاي في الار ده او ار للمادرة. بيبقى عبارة عن Mitchovil جوه بعد. يعني شكلين ببيضاي كده جوه بعد. واحط ايه اسم الاتريبيوت بتاعي. مجرد مشوف الشكل ده اعرف ان ده مالتي باليو اتريبيوتس يعني. هو المفروض الاتريبيوت بتاعهيميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميم اي حاجة في الحاجات اللي هنأخذ لنا قبل كده انا عايز ادخل مثلا المون بتاعي فلازم ادخل ده ستورد أتريبيوت عايز دخل الادرس ده ستورد أتريبيوت لازم ادخل في حاجة عندي بقى اسمها درايفد أتريبيوت درايفد أتريبيوت دي معناها ان انا مش بدخله وهو بيستنتجه يعني ايه هو بيستنتجه يعني انا لو دخلت له مثلا الرقم القومي بتاعي دخلت له رقم القومي كله مفيش ايه مشاكل هو يستنتج من رقم القومي ايه هيستنتج منه تاريخ ميلادي وتاريخ الميلاد مكتوب جوا داخل رقم القومي تمام فالدرايفد معناها ان انا بدخل القيم وبيستنتج حاجة منها زي مثلا لو انا عايز انا مثلا كنت شاري حاجة وبعدين دهت الحاجة دي وعايز اعرف احسب الربح اللي انا عملته او اللي انا اخدته من الحاجة دي اللي بعفادي ايه فانا متدياله والله المبلغ اللي اشتريت بيه ومتدياله المبلغ اللي انا بعت بيه هو اوتوماتيك هيطرح لاتنين من بعض هيطلع لي المكسب اللي انا اخدته ومش لازم ان انا اكتب له المكسب ده كان هو بيجيب لي عن الحاجة دي اللي حصل فيه شكلها بيبقى عامل ازاي بتبقى عبارة عن بس بس النقطة طبعا انا مش عارفة اعملها قوي بصو هي هي فيها نقطة يلا هي مش مش متواصلة كمي انا هوريكو كل الاسكال دي في البرزنتيشن ده شكل الاوفل بتاعتي بتاع الدرايف الدرايف بقى اوفل بس النقطة جهب لي هنا اجزامبل على الكمبيزات اتريبيوت الكمبيزات اتريبيوت طبعا احنا قلنا الاتريبيوت اللي هو جواكز اتريبيوت يعني الادرس بقى جوا الستريت ادرس والستي والستيت جوا الستريت بقى في بردو number street والابارتمنت number رقم لسيقه اده ممكن في الكمبيزات اتريبيوت في الادرس ممكن مقاط بقى في الستريت ادرس بقى رح حتى دور تاتى دور مع بعض كده عادي مفاكم بس كده حاجة مصطلح عندي اسمه key attribute يعني ايه key attribute معناها ان الانتتي دي او سوري الاتريبيوت اللي جوه الانتتي دي لازم يكون يونيك يونيك يعني ما بيتكرر تمام لما لاي ان فيه حاجة موجودة او فيه اتريبيوت جوه الانتتي ده يونيك ده اسمه key attribute زي مثلا ال id بتاع الطالب ما بيتكرر ده يونيك او ده key attribute زي الرقم القومي ما بيتكرر ده يونيك او key attribute ال key attribute ده بيمثله ازاي في ال id بيحط الاتريبيوت عادي وبعدين يحط تحته underline تمام لو عايز يكتب السن تمام ويحط تحت underline ده كده ال key attribute يبقى في ال id بتاعي او ال id model ده شكله key attribute اول ما لايه entity او ما شوف اتريبيوت وفيها الاسم الاتريبيوت بتاعي تحت underline اعرف ان ده ما بيتكررش في الانتيتي بتاعتي ده رقم يونيك ما بيتكررش طبعا بيقولي ال key attribute ممكن يكون composite ممكن يكون ال key attribute composite يعني ليه اكتر يعني متفرع زي مثلا لو انا مدخلة رقم العربية العربية بتاعت او الموديل بتاع العربية مثلا او زي الشاسي او الحاجات دي ما بتتكررش للناس بتبقى حاجة واحدة فممكن يقوله متقوم انتو كمبوننت النمبر واللي فيت اللي تم مع بعض عندي بيكونولي key attribute وهو composite ما بيتكررش تماما برضو الانتيتي ممكن يكون فيها اكتر من key attribute يعني الانتيتي الواحدة ممكن يكون فيها اكتر من حاجة تكون يونيك ممكن مسلا الاقي فيه ال id بتاعه يونيك والssn بتاعه برضو يونيك هنا بيقولي is underlined زي ما قلت لكم الكاتل الانتيتي بتاعته بيبقى تحت خط او underline هنا بيقول الحاجات اللي انا قلتها من شوية انه في ال er diagram الattributes الattributes sorry الانتيتي بتبقى في rectangle box والattributes بتبقى في oval والcomponent of composite attribute are connected to oval representing the composite attributes والhk attribute is underlined المulti value double oval نفس الكلام اللي احنا لسا قلناه مفي وقت عند المسال ده وقبل ما اقولي المسال ده انا هوريكو بس الساكل بتاع اللي احنا نستعينيه دلوقتي ده شكل الانتيتي بيبقى اللي انا مقلته بيبقى لسا هقوله في ال bunları ده احنا اخدنا الانتيتي تمام? واحنا اخذنا ده الاتريبيوت اللي هو اندرلاين. واخذنا ده اللي هي دبل اوفل. واخذنا الكمبزوت اللي هو اتريبيوت وطالع منه كزا اتريبيوت تكي. واخذنا اللي هو الفاكل الافل بس منقف كده. ده اسمه اوفل او اتريبيوت. دي الحاجات اللي احنا اخدناها لحد دلوقتي. هنكمل. عندي المسال ده. ده. ده انا لو شفته هفهم منه الموضوع ماشي ازاي او الانتي تديك اللي عمل ازاي? وعبارة عن ايه? اه طبعا ما بيجي بيسألك في انفحان في الاي ار مش بيسألك بالشكل ده مش بيديك الرسمة دي. لا انا بديك عبارة عن جمل. وبعد كده الجمل دي انت بتترجمها على شكل الاي ار اللي قدامي ده. تمام? هنا في الشكل ده اقدر افهم ان ده اسمه والانتي تدي لها اتريبيوتز مجموعة اتريبيوتز. عنده اتريبيوت مالتي فاليو اللي هو ممكن يكون في او اكتر. تمام? عندي اتريبيوت ميك. ده فاليو عادي. عندي 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 برضو يونيك. وده عبارة عن كومبوزيت او يونيك وكومبوزيت بيتتاو من في النمر. ده الكلام اللي احنا ستساعلينه من سوية. تمام? في المثال ده لما شفنا الشكل او الرسمة بتاعته دي. اقدر ان انا اترجمها بالسكل اللي موجود قدامي تحت ده. دي اسمها الانتي ست. دي الار دي جرام. وده الانتي ست. تمام? لو عندي الابجيكت اللي هاخدها من الرسمة دي او الار دي دي. مثلا هاخد الابجيكت. عندي العربية اللي هي رقم واني. الكار وان دي اه ايه الفاليو بتاعتها? هيديني الفاليو بتاع الريجيستريشن. شايفيني السكل ده? ان هو ده كومبوزيت. الريجيستريشن بتاعي مفتوح قصين وبيقولي الفاليو الاولى وكومة الفاليو التانية. ده شكل الكومبوزيت. عمل كومة بعدين عمل الفيك الاي دي. كومة عمل الميك. كومة عمل اليير. كومة عمالي الكالر بتاعي ما بين الحاجات اللي هي القصين دول. وحط فيها الكالر بتاعي المفروض ان هو مش فاليو واحد. ممكن يكون فاليو ممكن يكون اكتر من فاليو. تمام? فقال لي ان هو ممكن يكون العربية تكون لها رد وبلاك اتنين مع بعض. ممكن تكون بلو بس. ممكن تكون ويت وبلو. فدي اسمها الاتي ست. كما ياخد اوبجيكت من الرسمة بتاع اي ار دي. اتلا بيبقى عامل ازاي لو دخلت لها في الاتريبيوتز بتاعتي دي. عندي اكزامبل اسمه اللي هو الكمباني داتا بيز سكيم. الكمباني داتا بيز هي برضو عبارة عن كيس ستادي وبعد كده لخصها وحطها في رسمة. بس انا كتبالكم في البرزنتيشن مش الكيس ستادي كلها كاملة هي موجودة في الكتاب اللي هو رومز المصري. لو فتحت شابتر تلاتة هتلاقوا فيه الكيس ستادي كاملة. بس انا ما حطيتاش في البرزنتيشن او حطيتكم الرسمة النهائية. وهنشرح الرسمة ماشي ازاي. بس بيقولي الكمباني دي او الانتس اللي جواها المفروض دي موجودين جوا الكمباني بروشيكت ده. وقالي كل واحد فيه ايه الحاجات اللي معاه وشكلها عامل ازاي? ونوع الاتريبيوت عاملة ازاي? فانا بالشكل بباردو خلت. ان الدبارت منت معاه كان اتريبيوت معا خمسة اتريبيوت. واحد مالتي فاليو واتنين عندي يونيك او كي فاليو. بس البروشيكت عندي اربعة. عندي اتنين عاديين وفيه اتنين برضو كي اتريبيوت. الان بنب يوجهية لقيت فيه عند ال Rim Composite والس اس ان ده مفروض ان هو او كي اتريبيوت او وientras الحاجة دي مالتي فاليو. هتبقى البروشيكت والاورز اتنين مولتي فاليو الاتنين مع بعض. عاية اقول لكم انه لما تبقى حاجة اسمها او الاتريبيوت اسمه او يكون مولتي فاليو مع بعض ده بيبقى اسمه كومبليكس اتريبيوت. كومبليكس اتريبيوت معناها انه هو بين الكمبيوت وبين الاتريبيوت. يعني في الحالة دي ال Work Only هي اهي كوميكس اتريبيوت. ومفروض انها Nous Att bölge ده اسمه كومبليكس اتريبيوت. تمام? اذا نعرف الكلمة دي برضو ما هي اسمها كومبليكس اتريبيوت. والدبارتمنت اه الديبندنط سوري الديبندنط رقينا ان فيه عندي الاتريبيوت كلها موجودة هي عادية ما فيهاش اي حاجة خالص. تمام? هنبدأ نشوف الحاجة اسمها الريليشنشيب. احنا قلنا الكي برامترز بتاعتي او الكنسيبت بتاعتي للا اي ار او او اي ار موديل. ثلاث حاجات. الانتتي الاتريبيوتس relationship. اخدنا الانتتي واخدنا شكلها وتتعمل ازاي في ال ار وشكلها عامل ازاي? واخدنا الاتريبيوتس واخدنا كل انواع الاتريبيوتس تقريبا simple composite multivalue. اخدنا store drive complex. اخدنا كل انواع الاتريبيوتس بتاعتي اللي ممكن تجيلي في ال ار موديل. اخر حاجة فيهم الريليشنشيب. الريليشنشيب دي معناها ايه? معناها العلاقة. ايه ايه العلاقة اللي هتربط الاتريبيوتس الانتتز بتاعتي ببعض ما هي الانتتز دي لما جيت عملتها في الكومباني في الساكل ده مش معقول هعملها كده يعني كل واحدة في التجاه مع نفسها مش هينفع لازم يكون فيه علاقة بينهم بتربطهم ببعض ايه العلاقة اللي بتربطهم ببعض ومين بيرتبط بمين مش كل الناس هترتبط ببعضها مش كل الانتتز بيرتبط ببعضها لا فيه two entities بيرتبطوا ببعض فيه انتتز تانية مرتبطة ببعضها آآ في مرتبطة باتنين على حسب نوع بتاعتي. آآ بتاعتي ليها نوعين. ممكن يكون اكتر من نوعين. بس نوعين احنا نتكلم عليهم حاجة اسمها وحاجة اسمها معناها يعني مفروض ان انا عندي ما بينهم علاقة. ما بينهم المفروض ان هي ثلاثية. يعني معناها ان انا عندي آآ وما بينهم في هتبان في بعد كده. آآ هنا بدأ يقول لي مجموعة من في اللي هي اللي هي كنت اللي احنا كنش في حالة دي. قال لي مجموعة اللي هي بها هتربطهم بتبعض. قال لي مسلا WennRELATIONSHIP اسمها worker is, � describing what is for, work is for دي هتبقى ما بين الant الوي وال d department. i did fel advertisement, دي الرسمة ما شاء الله لانتم مفروض بتريستماه في الاخر بعد ما تقلو كيس долي كلها. بيقول لي الwork is for دي المفروض ما بين الامبل وي وال department. ادي الامبل وي اهو. و Service buddyere here. ما بينهم علاقة deity اسمها works for. ما عن شكل relationship بتبقى افي شكل معين. الريليشنس في الاي ار بتبقى Bureau معاين زيه دا كده. احنا عارفنا ان فيه علاقة بين الامبل وي والدبارتمنت ما كيف مشكلة. قال ان المانج علاقة بين الامبل والديبارتمنت الامبل وي والديبارتمنت برضو بينهم علاقة تانية اسمها مانج. مشكلة. بين الدبارتمنت البروجيكت في كنترول. تمام? العلاقة موجودة اهي ما في المسكلة فيها. عندي ووركس اون ما بين الامبلوية والبروجيكت. الامبلوية والبروجيكت. الامبلوية اهو البروجيكت والعلاقة بينهم ووركس اون. تمام? بيقول لي في حاجة اسمها او علاقة اسمها سوبرفجن. سوبرفجن دي انا عايزاكم تتركيزوا خياءة جدا. عارفة انا عليه حاجة بعد شوية. سوبرفجن دي قال لي ما بين ايه? بين الموظف. لو هو سب. والموظف برضو. يعني سوبرفجن دي ما بين مين ومين بين الامبلوية ونفسه. يعني هو نفس الحاجة نفس الامبل. اهي ما تغيرته. تمام? انا عارفها بعد شوية معناها ايه? اللي هي الامبلوية مع نفسه. العلاقة دي بين مين? بين الامبلوية والديبندنس. ما فيش مشكلة. ادي علاقة بين الامبلوية وبين الديبندنس. في علاقة هي في النصمة. تمام? كده شرح لي العلاقات اللي ما بين الحاجات اللي في الرسمة دي. نبتدي نمسك حاجة حاجة ونفهم الدنيا ماشي ازاي. قبل ما افهم الدنيا ماشي ازاي في الحاجات دي. انا عايزة بس اعرفك حاجة ان العلاقات ما بين الانتيز بيبقى فيها حاجة اسمها على العلاقات دي. الكونسترينز ما بين العلاقات دي. تمام? حاجة اسمها الكاردناليتي ريشيو. الكاردناليتي ريشيو بيقول لي تلات انواع. وان تو وان وان تو ميني ميني تو ميني. بتكلم بالطريقة دي على الار دياجرام. وان تو وان تو ميني اللي هي وان تو ان. وميني تو ميني ام تو ان. يعني ايه وان وان. ويعني ايه وان تو ميني. ويعني ايه مين تو ميني. معناها ان الانتيتي دي. والانتيتي دي فيه اتنين انتيتي مربوط ما بينهم relationship. فالانتيتي دي هيبقى عندها كام واحد هي اكسز الانتيتي التانية دي. فلما اقول واحد. الواحد معناها ان واحد من هنا بالانتيتي دي لازم يدخل في عواقة واحدة مع واحد بس من الانتيتي التانية. لو قلت له مسلا ومانج ودي علاقة وان تو وان. يعني معناها موظف واحد هيدير قسم واحد. تعام? لو ما اقول له موظف والعلاقة اللي في النص او وبعد كده الانتيتي التانية اللي هي وعملت في العلاقة دي كتبت على السهم كده واحد لوحد. طبعا واحد لوحد دي بتتكتب فين؟ واحدة بتتكتب على السهم بتاعت اللي يطالع من الانتيتي الأولى وواحد بيتكتب على السهم اللي خارج من ال الى الريليشنشيب رايح ل الانتيتي التانية. بالشكل ده. دي الشكل كذا. ما هنا من الانبلويايه طالع هو مكتوب واحد. والملج في طالع منه برضو مكتوب عليه واحد يبقى معنا كده ان دي علاقة وان تو وان. يعني واحد من هنا لازم يعمل العلاقة دي مع واحد بس من المكان التاني ما ينفعش اكتر لكن one to many معناها ان واحد من الانتتي دي هي اكسز مني من العلاقة التانية دي مني تو مني طبعا معناها ان مني تو مني هي كومبزت لحاكتين مع بعض لحاكتين مع بعض ازاي ان انا بقول له ان واحد بس من الانتتي دي هي اكسز مني او هي في الريليشنشيب مني مع الانتتي التانية والعكس ان واحد من الانتتي التانية ده هيدخل في الريليشنشيب مع مني من الانتتي الاولى يعني زي الانبلوي ومسلا الdepartement هنفطرد الانبلوي والdepartement هنقول له واحد الانبلوي هيمانج mini department مثلا وهنقول له برضو واحد department هيحصل له مناج عن طريق ميني فكده العلاقة بقت اتنين وان تو ميني وميني تو وان تمام فبيختصوا للعلاقة دي خلوها ميني تو ميني بدل ما هقول وان تو ميني ومن ناحية التانية هقول وان تو ميني الناحية التانية هيبقى فيه واحد فوق على السهم وتحتها ام والناحية التانية فيه ام فوق السهم وواحد تحتها فبيضموا الاتنين دول مع بعض يخلوهم ميني تو ميني دي الكاردنالي تي ريشيو او دي العلاقة بين الانتس لبعضها نشوف كام واحد في الانتس دي هي اكسس كام واحد في الانتس دي التانية عن طريق الريليشنشيب لهم في حاجة عندي اسمها الparticipation الparticipation constraints دي بكل بساطة هي حاجتين نوعين حاجة اسمها total participation وحاجة اسمها partial participation يعني ايه total participation ويعني ايه partial participation total participation معناها ان انا لو خليت الانتس دي العلاقة بينها وبين الريليشن total participation معناها ان انا بقولك ان كل الناس اللي موجودة جوه الانتس دي لازم تدخل في العلاقة دي كلهم تمام لكن لو بارشيال معناها ان ممكن حد يدخل وممكن ما يدخلش عادي في البتاع في الريليشن شيب دي لكن لما قولك total participation معناها ان كل الناس اللي موجودة جوه الانتس دي لازم يدخلوا في الريليشن دي التوتال بارتس بيشن بتبقى عاملة ازاي بتبقى رسمتها ازاي عشان برضو هنشوفها في الرسمة دلوقت عشان نبقى فاهميها برضو التوتال بارتس بيشن انا عندي دي الوقت تهية الانتس دي وعندي سابق تمام التوتال بارتس بيشن معناها ان انا هعمل خط كده وخط كمام فوق كده اول ملاقي الخطين دول محطوطين يبقى معنا كده ان دي يعني معناها كل الناس اللي في الانتس اللي بوه الانتس بتاعتي دي لازم يعملوا او لازم يدخلوا في الريفنسيب دي لكن لو لقيتوا سنجل لاين بقى دي بارتس بيشن ودي معناها ان مش كل الناس لازم يدخلوا في العلاقة دي ممكن ما حدش يدخلها اصلا ازاي هنشوف التفصيل دلوقت في الرسمة بتاعتي انا شرحت لكم الحتة دي بتاعت الكاردناليتي والبارتس بيشن عشان برضو تفهموها هندخل بقى في ايه في الكيس ستادي دي طبعا الكيس ستادي نفتقروها بالراحة كده من الريفرنس تمام وبعد ما نقرأها من الريفرنس هنبتدي ان احنا نرسل من الرسمة دي نشوف حال فهمنا ولا ما فهمنا ايش هاجي دلوقتي على الامبل وي الامبل وي هاي بيقول لي ان هو لي مين عنده الاتريبيوت بتاعته الاس اس ان البي ديت النيل الادرس السالري السكس تمام دي الاتريبيوت بتاع الامبل وي التاعي اللي هو النيم هيقول لي النيم برضو هياخد الاف نام الامل الميدل والميدل واللاص نام اي مسكلة ده مسكلة طب انا دلوقتي الامبل وي عندي ما فيهاش اي مسكلة بالنزالي بالنسبة للسري او في ايحنا كنا عندنا عادية عندي عندي ما فيش حاجة عندي يونيك فيها كده احنا عرفنا الفور انتز اللي عندنا هايزين نبص بقى على الريليشنشيب لان دي اهم حاجة هو قال لي في الريليشنشيب قال لي الامبل وي هيورك فور الديبارتمنت دي علاقة بين الامبل وي وبين الديبارتمنت العلاقة ايه علاقة تو وان يعني ميني تو وان يعني ميني امبل وي هيشتغلوا وان ديبارتمنت يعني الكثم الواحد هيبقى فيه مجموعة امبل وي احنا دولة يلاقينا الخطون دول معمولين اللي هو ايه اللي احنا اتقلنا منتشوية ده المفروض اسمو توتل بارتسيبيشن وبرضو هنا نفس الكلام توتل بارتسيبيشن افهمها ازاي توتل بارتسيبيشن دي افهمها ان هو بيقول لي كل الامبل وي اللي موجودة هنا لازم تكون بتشتغل في ديبارتمنت تمام كل الامبل وي اللي هنا لازم يكونوا شغالين في ديبارتمنت وكل الديبارتمنت اللي هنا لازم يكون فيها موظفي تمام يعني ما ينفعش يلاقي ديبارتمنت هنا فاضي ما فيهوش موظف وما ينفعش يلاقي هنا موظف مش جوه ديبارتمنت دي علاقة طبيعية جدا عشان كده مسلتها بالتاكل اللي هو بالتاكل اللي احنا قلنا عليه اللي هو السوري مع السانية اللي هو تمام احنا قلنا ان المفروض ان كل دول لازم يدخلوا في العلاقة دي كل دول لازم يدخلوا في العلاقة دي ده توتل بارتسبيش اي فين ده الدبارتمنت طلع منه نمبر اف امبل وي في ايه في اوفل من اقطة المفروض الاوفل من اقطة تقولنا ايه ان دي درايف اتريبيوتس درايف دي اتريبيوتس معناها ايه معناها انه هو هيستنتجها الواحد ومش انا اللي هدخلها مش مشكلة عايزين نشوف برضو الامبل وي المفروض ان هو العلاقة دي ايه ميني تو ميني يعني افهمها ازاي افهمها انا قلتلكم ميني تو ميني بتبقى حاكتين مع بعض بس تضموا على بعض بقت ميني تو ميني الامبل وي الواحد ممكن يفتغل كذا بروج والبروجيكت الواحد ممكن يفتغل فيه كذا امبل وي عشان كده لما قلت او ميني ابوي خليت العلاقة دي مينة تو ميني لانها تحمل المعنيين وتنفع المعنيين عايز誰لاشنشاب الامبل وي والدبارتمنت الامبل وي عندي هيمنز التبارتمنت والعلاقة دي وان تو وان يعني هيبقى وان امبل وي هيمنز وان ديبارتمنت هيدير ديبارتمنت واحد حتى العلاقة دي بس جي هنا في قال لي ان هي معناها ايه? معناها ان كل اللي موجودة لازم تكون مدارة عن طريق الموظف. ما ينفعك يسيب قسم فاضي مع لهوز مدير. دي ما تنفعش. فعشان كده عملها تمام? ودي برضو العلاقة اللي هي بتاع الامبل وي والبروجيكت. ان كل البروجيكت لازم يكون شغال فيها موظفين. وكل الموظفين لازم تكون شغالة في البروجيكت. طبيعية برضو فاش اي مشاكل. عايزين مني تشوف احاكتين مهمين جدا 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 في اي ار موديل. اول حاجة عندي العلاقة اللي هي اسمها ديبندنت. ديبندنت دي ليه حاطتها ما بين double rectangle كده. لاني بيقول لي في الار موديل بتاعي لما تكون عندي الانتتي ملهاش key attribute يعني ملهاش attribute يكون ليه حاجة يونيك. يبقى الاتريبيوت او بسوري الانتتي دي بقى اسمها weak entity. يعني انتتي ضعيفة. تمام? لما لاقي الانتتي بتاعتي ملهاش attribute يونيك. يبقى دي اسمها weak entity. وعادة بتكون الweak entity دي بتكون معتمدة على entity تانية اعتماد كلي. يعني هي جاية اصلا عشان entity تانية. تمام? الديبندنت دي معناها ايه? معناها ان الموظف ده بيرعى الاتباع بتوعه. دول الاتباع بتوعه. زي مسلا في الخارجات لما يبقى الموظف كده عنده بطاقة لعيلته. اللي هي تأمين مسلا صحي او كده للعيلة بتاعته. احنا بنشوف الموظف ده تابع لي كام واحد. والكام واحد دول اسمقهم ايه? وولد او بنت وفاريخ الميلاد وكل الكلام ده كله. تمام? فالعلاقة دي انا او الانتتي دي خليتها ما بين معناها weekend. انها ما عندهاش unique او key attribute. تمام? تمام. الانفل وي بقى عملنا ايه? قلنا one two many. يعني الانفل وي الواحد ممكن يكون عنده كده تابع لي? بنته ابنه مراته كده كدير. تمام? طب relationship بتاعتي ليه حطها ما بين double او الكاتل المعين اللي هو التين فوق جوا بعض دول. لانه قال لي عادة ان ال weak entity دي اسمها relationship. تمام? اي entity هتلاقيها weak entity لازم relationship بتاعيدها تكون بنفس الشكل ده. اللي هي double او شكل معين. تمام? الحاجة التانية اللي عايز اقولها ان الانفل وي ده والسوبر فيجن ده. العلاقة دي اسمها relationship relationship. relationship relationship معناها ايه? بتعيد نفسها. اللي احنا واخدينه كده. معناها ايه? معناها العلاقة او الانتتي دي مرتبطة بنفسها. يعني الانتتي بتدخل في relationship والاظبط بتاعها بيطلع منها هي. يعني ايه برضو? الانفل وي ده قال لي ان هو هيبقى موظف سوبر فيزور هيبقى رئيس مجموعة من الموظفين. بكلهم طبع الموظفين. دي بالنسبة لي. ان انا بستعم يعني بستخدم الانتتي دي مرتين. تمام? الانتتي هتدخل الانتتي تطلع الاظبط على نفس الانتتي بتاعتي يبقى دي اسمها relationship relationship. تمام? ودي اللي احنا كنا اقيل لها من فيها. قلت لكم من في علاقة relationship هنا بتقني الانب الولي ونفسه. يبقى دي على طول على طول اعمل الانتتي واعمل relationship وخلي الاثبط بيطلع على مين? على نفس الانتتي بتاعتي. العلاقة one too many. عفات مش كده. في حاجة اخيرة عايز اقولها على الجراف ده. اللي هي لما لاقي relationship طلع منها attribute زي hours كده. بتحصل امسا? بتحصل لما باجي اقول له مثلا انا عايز اقول ان الموظف ده يختغل عشر ساعات. فالعشر ساعات دي ما ينفعش ادخلها في الانبلوي لان لما دخلوا في الانبلوي عشر ساعات مش تبقى مفهومة? هي ايه دي اصلا? طب انا جد دخلت على البروجيكت اقول له انه في عشر ساعات برضو مش مفهومة. فالانتتي دي دي او سوري الاتريبيوت ده ما ملوش مكان لا في البروجيكت ولا ليه في مكانة الانبلوي فبتحطي هنا على الريليشن. فده بيبقى اسمه اتريبيوت اوف ريليشن. انا حطيه الاتريبيوت ده في الريليشن لانه هو ملوش مكان هنا وملوش مكان هنا. فلما اجي اقول ان الموظف ده والله اشتغل ساعات يبقى الموظف الاسمه والمصير بتاعته دي اشتغل على المشروع الفلاني لمدة اربع او خمسة ساعات. فدي اسمها اتريبيوت اوف ريليشن. تمام? موجودة هنا اهي. موجودة هنا اهي. بتنفع عدم فاتمه كيف. كده انا شرحت لكم بتاع الكمبني. نبدأ نمسك الكيس ونبدأ نطبق نشوف هل احنا فهمنا فعلا ازاي نمسل الحاجات دي ولا لأ? ولو في اي مشاكل احنا مع بعض في المحاضرة بإذن الله. بنشك للريليشنشيب بتاعتي بتاعت تمام? اللي هو الوان بيدخل في مع برضو الوان ام في الوي ده دخل في مع الوان ام في الوي طالع منه سهم واحد. يبقى وان ام في الوي تو ميني دي بارتمنت. عندي العلاقة دي ميني تو ميني. الوان ام في الوي طالع منه اكثر من سهم. والبروجيكت برضو طالع منه اكثر من سهم. فممكن ازا اه موظف يشتغل في بروجيكت واحد او ممكن بروجيكت واحد يشتغل في اكثر من موظف. والعكس. دي اللي احنا قلنا عليها من شوية. اللي هي في اللي هو المفروض بينادي نفسه مرتين. فدي اسمها وانحنا شرحناه بالتفصيل في الرأسنا بتاعدي. ده شكل اللي يحط اللي هو بتاعتي. اللي هي ودي 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 انجل جوه بعض. في حاجة عندي برضو اسمها الميني والماكس. الميني والماكس معناها ايه? معناها انا مينمم كام واحد من الانتيتي دي. وماكسيمم كام واحد من الانتيتي دي هي اكسس الريلشنشيب دي. فينا معناها انا دلوقتي الامتل وايه وبتكتب بالشكل ده بفتح قوس اكتب الميني كما الماكس. تمام? هنا معناها ان هو المينمم بالنسبالي ما يكون فيه امتل وايه. تمام? الماكس بتاعي كام واحد. يبقى الماكس هون بتاعي يبقى واحد امتل وايه واحد هيبقى مدير للدبارتمنت بس ما انفعش اكتر من دبارتمنت. الميني يبقى دبارتمنت والماكسيمم دبارتمنت. لما لقي وان وان. تمام? يبقى دي الميني ودي الماكس. وزير ووان دي الميني. ما فيش امتل وايه او الماكسيمم بالنسبال امتل وايه واحد ما يزيدش عن كده. هنا في العلاقة دي قلت له وان ماكسيمم يعني هو واحد بس. ولازم يكون واحد ما ينفعش ما يكونش فيه. تمام? هيشتغل في واحد بس او اكتر. واحد دي شكل الميني والماكس في هنا قال لي ايه? يعني واحد وماكسيمم واحد هيشتغل فيه اربعة دي بارتمنت دول مينيمم وقل اللي هو ماكسيمم بتاعي. يعني معنا كده في الريليشنشيب دي. تمام? ما ينفعش موظف ياخد اقل من اربعة دي بارتمنت. يشتغل في اربعة اقل من اربعة دي بارتمنت. لان انا اقيل له ايه الكونسترين بتاعي الميني اربعة. ما ينفعش اقول له المينيمم اربعة وانا اجي اقول له اهو اتنين. لا. المينيمم بنسبري اربعة. تمام? دي الميني والماكس. ده شكل النوتيشن اللي احنا كنا نتكلمين عليها. احنا اخذنا الويك دلوقتي. الويك دي اللي هي ما عنداش كي اكتربيوت. ودي سكل الريليشن. ودي الريليشن اللي احنا قلنا عليها اللي هي المفروض ان هي طلعة من دي اللي هي علاقة بدي. الويك بتبقى عاملة الريليشن اللي هي العلامة دي. تمام? ودي العلاقة بين الريليشن اللي هي ودي الميني والماكس. بنكتب الميني الاول والماكس بعد كده. هما الماكس. اليوم مقال او اسم الانتتي بتاعتي. او الانتتي يوم من اتنين واحد عادي. والجزء التاني عندي بيبقى الاتريبيوتس بتاعت اللي انا بستخدمها والجزء التالت بيبقى فيه او المسلز اللي احنا كنا اخذينها قبل كده. فبالتالي الابريشنز دي مش موجودة اصلا في الاي ار. اعرفوا بس شكل الشكلة ان انا دلوقتي الانتتي بتاعتي اسمها وي. والاتريبيوتس بتاعتي هي دي. وطبعا الاتريبيوت متعرفها المفروض ايه? اسمها. وعمل لي الاتريبيوت دي او تولي الانتتي دي بالانتتي دي عامل ما بينها هي بالشكل ده. عضو السهم ما بينهم واي للمينيموم كام والماكسيموم كام والمينيموم كام والماكسيموم كام والريليشن اسمها ايه? يعني اربعة الى ان من الامتلويه هيوركس فور وان دبارتمينت بس. تمام? وبرضو الامتلويه وان امتلويه واحد هيمنج زيرو او وان ماكسيموم دبارتمينت. تمام? هنا خدلي الاي ار وحطها لي في الشكل اللي اي ار مقال بالشكل اللي احنا عارفينه قبل كده ده اللي هو المفروض الانتتي وده الاتريبيوتس دي ملناش علاقة بيها اللي هي الابريشن دي وبعد كده بيشد خط من من الانتتي دي دي الانتتي دي عبنا على اللقاء لما بينهم وبيكتب فوقها المينيموم كام والماكسيموم كام بتاعتي. تمام? انا ممكن اكتبها مسلا اه اللي هي اللي هي المفروض اقول له ممكن اقول له وان تو ميني وان تو ام. ام تو وان. ممكن اقول له مينيوم ماكسيم واكتب وان تو ميني وميني تو وان عادي زي ما انا عايز اكتبه. دي التيرنري اه اللي هي السلسية اللي احنا قلنا عليها من شوية ما قلنا نوعين بالبايناري والتيرنري. المفروض البايناري لو هي واحدة لكن تيرنري المفروض ان هي واحدة بتربط تلاتة انتيتي بتاعها. زي سبلاي كده ما بين السبلاير والبارت والبروجيكت. دي ربطة تلاتة ببعض. والكواليتي دي قلنا الكواليتي مستخدمة في الريليشن بس. مش مش بتوصف الانتيتي بتاعت دي وما تخصهاش في حاجة. طبعا احنا سايفين هنا تحت سايفين الويك انتيتي اللي هي دخلة في الريليشن اللي هي الريليشن اللي هي الريليشن ايدنتفاينج ريليشن ايدنتفاينج ريليشن. عادة وفي حاجة تانية تقولها لكم برضو كويس انتكرتها. ان الانتي الانتي اللي هي ويك انتي لازم تكون توتل بارتسيبيشن الريليشن. تمام? لازم تكون ايه? توتل بارتسيبيشن. توتل بارتسيبيشن معناها ايه? معناها ان اصلا الديبندنت ده قلت لكم ان هو تابع الامبل وي. يعني هو جاي مع الامبل وي ده. يعني مفروض كلهم لازم يكونوا تابعين الامبل وي. ماينفعش اجيب ديبندنت وهو مش معتمد على الامبل وي اصلا. طب انا هحطه ليه? فالتابع ده لازم كل التوابع اللي موجودين عندي لازم توتل بارتسيبيشن يكونوا مسؤولين عن او هما يكونوا تابعين للامبل وي ده. فالعلاقة دي لازم تكون توتل بارتسيبيشن برضو. ناخد بالنا من حتة دي. تمام? بكده نكون خلصنا المحاضرة. ازاي ناخد ونقدر ان احنا آآ نترجمها على وازاي نحط البرامترز وازاي شكلها عامل ازاي وانواع البرامترز وانواع وانواع وكده الحمد لله المحاضرة خلصة وان شاء الله نكمل اشتركوا في القناة